ونحن نفتتح المؤتمر الصحفي للمؤتمر الأول للميثاق الوطني العراقي لم يمضي على تأسيسه عام واحد حتى أطلق الميثاق الوطني العراقي مؤتمره الأول في مدينة إسطنبول والذي شاركت فيه عدة شخصيات وقوى وطنية كان من ضمنها هيئة علماء المسلمين في العراق والتي أكدت على لسان ناطقها الرسمي عبد الحميد العاني أن مشاركتها في الميثاق جاءت من مبدأ عملها في كل ما يخدم القضية العراقية وتخليصها من أنياب السلطة الفاسدة وداعمها في الخارج دائبت الهيئة منذ تأسيسه على التنسيق والتعاون مع جميع القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية وبناء على ذلك فقد أثمرت هذا التنسيق على الكثير من الجهود وبما فيها هذا الميثاق الوطني الذي كانت تلهيئة أحد القوى الوطنية الموقع عليه رسم الميثاق الوطني العراقي منذ تأسيسه خارطة طريق عراقية تؤمن أن الحل يكمن في إسقاط العملية السياسية الفاسدة بجميع رموزها لسيما أن العراق يمر في مرحلة حسسة ومهمة مع ازدياد وطيرات التظاهرات لثورة تشري وأقر الميثاق الوطني العراقي في مؤتمره الأول توصيات كان أهمها دعم التظاهرات والتنسيق مع الحراك الشعبي والتحرك السياسي مع القوى الوطنية على المستويين المحلي والدولي إضافة إلى رصد جرائم الحكومة والميليشيات والسعي إلى تدويلها عبر التعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية كذلك أكد الميثاق الوطني العراقي في البيان الختامي على أن شعارات ثورة تشري وأهدافها تلتقي مع الثوابت الوطنية للميثاق الهادفة لاستعادة العراق وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية والعرقية اشتركوا في القناة